اشتركوا في القناة بلدان الافريقية المنضوية تحت لواء الاتحاد الافريقي دفعة واحدة على عمدة شوارع العاصمة الموريتانية نواكشغط كان ذلك بداية لاحد ابرز الاحداث التي انفردت بها سنة 2018 عن باقي السنوات المحسوبة من عمر الدولة الموريتانية قمة الاتحاد الافريقي في دورتها الواحدة والثلاثين يممت وجهها نحو المركز الدولي للمؤتمرات المرابطون الذي يفتتح بدوره لاول مرة ويحتضن اول اجتماع في قاعاته على الاطلاق حدث اعاد الى الاذهان وقتها تاريخ موريتانيا مع القمم والمؤتمرات فكانت القمة العربية التي انعقدت قبل ذلك بسنتين من هذا التاريخ الاقرب في هذا الاطار بكونها اول قمة عربية تعقد في نواكشغط على الاطلاق وفرضت تحديات كبيرة ليس في الجدولة والحرص على التمثيل الدبلوماسي والقرارات التي ستتخذ بل كانت تراوح المكان في المربع الاول المتعلق باستقبال واستضافة الضيوف واحتضان اجتماعاتهم موريتانيا واجهت التحدي بقرار جريء وهو استضافة القمة تحت خيمة بمن حضر امر منح السلطات المشرفة تجربة قوية مكنتها لاحقا في حدث 2018 من تجاوز اهم المعطلات وهو مقر عقاد القمة الذي مثل بدوره تحدي في توقيت بنائه ما حسب يومها نجاحا باهرا للسلطات الموريتانية لكن ما ميزت دورة الحادية والثلاثين للقمة الافريقية عن القمة العربية هو طبيعة القرارات التي فاقت في اهميتها الجانب التنظيمي حسب المراقبين اذ توجت اتفاقية التجارة الحرة بين بلدان الاتحاد بتوقيع خمسة بلدان اضافية ليصبح الموقعون تسعة واربعين دولة اضافة الى مصادقة ست دول وهو ما اعتبره الرئيس الرواندي الرئيس الدولي للاتحاد تقدما كبيرا في هذا الصدد بالاضافة طبعا الى الموافقة على اقتراح رئيس المفوضية الافريقية موسى محمد فقي بشأن ملف الصحراء الغربية والذي يقضي باقتراح حل تعتمده القمة في دورتها المقبلة ما يعني ان 2018 احتضنت حدثا تجاوزت اهميته المستوى المحلي الى المستوى الاقليمي والقاري وحتى الدولي احمد رنسيد احمد الساحل تيفي نواك شوط